يعني لما نيجي نقول إن احنا حنقسم العقارات ما بين عقارات معمولة للسكن وعقارات معمولة لمزاولة الأنشطة التجارية عقارات ممكن تكون بتقدم خدمة عقارات مملوكة للأفراد عقارات مملوكة لهيئات أو لشخصيات اعتبارية وعقارات مملوكة للبولة لما نيجي نقسمهم كلهم ونعمل لهم رقم قومي كل واحد بميزه عن التاني ده حيعود بالنفع على البلد في إيه وعلى الناس في إيه زي ما قلنا إن بالنسبة لي المواطن نفسه هيبقى فيه الحيازة بتاعته واضحة وصريحة لما يجي أنا أتعامل مع صاحب ملك معين عشان خطر أشتري منه كويس مش هيبقى فيه مشكلة لسبب إن أنا مسهل جدا عن طريق هذا الرقم القومي إن أنا أعرف بيان كامل بحالة المبنى وملكيته وقانونيته وكل التفاصيل الموجودة فبالتالي اللي كان بيحصل زمان إنه ممكن مثلا واحد يشتري شقة وهي لم تبنى لكن لو في هذا البيان اللي موجود عندي أو الرقم القومي الموجود عندي وفيه تعريف أنا أقدر أروح أشتري هذا الكلام وأقدر أكون متطمن تماما إنه هو فيه حاجة صحيحة الحاجة التانية كمان إنه لما يحصل عملية الشراء والبيع ما بين وما بين شخص ما المفروض إن الحكومة كمان هتكون عارفة بهذا الأمر فبالتالي مستحقتها لابد إنها هتاخدها في هذا المكان ده غير طبعا إنه إحنا لما بنيجي نتعامل إحنا بنتعامل مع هيئات كتيرة جدا بالنسبة للدولة يعني مثلا لو أنت بتكلمي على الأنشاطة التجارية ففيه يعني هيئات مختصة بموضوع التعامل مع الأنشاطة التجارية الصناعة فيه عندنا هيئة التنمية الصناعية السياحة عندنا هيئة تنشيط السياحة فكل العناصر المختلفة الموجودة دي المفروض إنها تربط بشكل عام عن طريق هيكل علمي أو معروف واحد للمباني عشان التعامل معها بيبقى شكل واضح وصريح وما بقاش فيه اختلاط فيه التعامل ما بينهم وما بين بعض فده بيسهل التعامل ما بين الهيئات المختلفة الموجودة دي مع بعضها وكمان مع المواطن وإذا كان فيه هيئات أخرى هتتدخل يعني الربط ما بين المواطن والبطاقة بتاعته والتعريب بتاعه ساكنه مثلا ده بد إنه هو يكون موجود فبالتالي هو عن طريق الرقم القوم يعني طبعا يعني الموضوع مش بسيط بالشكل ده خصوصا إن احنا عندنا فيه مشكلة إنه زي ما قلت لحضراتك كده إن احنا عندنا أغلب المباني غير مسجلة احنا عندنا تقريبا بنتكلم من 90% لـ 95% مباني غير مسجلة وغير مشهرة عخرية احنا مش بس بنتكلم عن المناطق اللي قد تكون عشوائية والدولة اشتغلت عليها في الفترة اللي فاتت احنا بنتكلم عن مناطق ما كانتش وصل لها أصلا خدمات والناس بنت على أراضي زراعية وتصلحوا بشكل أو بآخر أو بنت في السحرة من غير أي خدمات وتصلحوا بشكل أو بآخر ولكن بقى فيه أبنية قائمة موجودة بالفعل والناس عارفت تسوي وضعها القانوني وبقيت موجودة ولكن مش موجود لها أي أوراق في الدولة حرارتك ذكرتي فيه حاجة مهمة جدا النهاردة في ضمن بطاقة التعريف أو اللي هو الرقم القومي اللي موجود المفروض أن أبقى بعرف إذا كانت هذه المنطقة أو هذا المبنى أو هذه الوحدة وصلها مرافق ولا لا وبالتالي يبقى فيه الحصر بتاع الصروة العقارية اللي موجودة عندنا ومدى خدمتها اللي موجودة وإذا كان حتى كمان فيه خدمات زي مثلا خدمات صحية خدمات تعليمية خدمات إدارية بتقول إليها هذه الوحدة والإدارات المختلفة والناس المختصة في التعامل مع هذه الوحدة يقول لا المفروض بتكون واضحة فيه هذا البيان اللي هو المفروض هيكون رقم قومي موحد لهذا الموضوع لما يكون عندنا مشكلة في منطقة ما ونقص مرافق مثلا موجود معانا هتبقى واضحة في هذا الرقم القومي لأن الشبكة اللي موجودة الشبكة المعلوماتية هتكون جامعة في هذا الأمر يعني نهاردة تدخل التعبئة والإحصى في عمل هذا الموضوع برضو ده شيء مهم جدا ده طبعا بالإضافة أنها مش هتقدر تعمل هذا الكلام لوحدها لابد برضو من بعض الوزارات اللي هتخش في هذا الموضوع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية كل الوزارات لابد أنها تشترك في هذا الأمر الشرطة القوات المسلحة ليه لأن احنا بنتكلم على مجهود كبير جدا وكمية من المعلومات لابد أنها توضع في هذا الموضوع يعني خلينا أقول لي حدثت مثلا أن كل بطاقة من دول ممكن يكون فيها موجود فيها أكتر من 200 معلومة عن هذا المبنى توصيل المرافق بيها اللي هي مياه وقهربة وصرف صحي ومياه واتصالات وكافة الموضوع مجموعة الخدمات اللي موجودة وأي شخص في اللي موجودين دول بيتعامل صحيا مع أنهي مستشفى مع أنهي مركز صحي مع أنهي مركز أممه وطفولة كل التفاصيل اللي بتبقى موجودة أن النهاردة هل المبنى ده مشهر ولا غير مشهر ولو مشهر ده مشهر بأي نوع ففيه أكثر من 200 معلومة بتكون موجودة في هذا المنطقة المبنى لو لو الأول كان له صاحب وبعدين اتباع وكل التفاصيل تاريخ المبنى وبقى فيه ورثة مختلفين ده بيتم بيزهر من خلال البيان أو من خلال الرقم القومي ترجمة نانسي قنقر